تابع القنصل العام المصري في بورسدان سامح فرق شحات إجراءة سفر ثمانية بحر مصريين من طاقم سفينة غرقت بميناء سواكن بولاية البحر الأحمر السودانية بعد فقدانهم جميع متعلقاتهم بما فيها جوازات سفرهم وأوراقهم السبوتية يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الخارجية بقطعها الكنصلي من أجل رعاية المصريين في الخارج وذكرت الوزارة أن القنصلية قامت على الفور بإصدار وثائق عودتهم إلى أرض الوطن وإنهاء إجراءة سفرهم إلى مصر بعد متابعة أوضاعهم وحصولهم على مستحقاتهم المالية من الشركة المالكة للسفينة فضلا عن التنصيق مع هيئة الموانئ البحرية السودانية لإنهاء التحقيقات الخاصة بحادث غرق السفينة